بحثاً عن تذكرة هروب تنقذ ما تبقى من أيامهم المؤلمة قرر هؤلاء الصفر عبر البحر في هجرة غير شرعية إلى أوروبا الرحلة على هذا القارب توقفت في سلعاتة حيث انتشل الجيش اللبناني جثتين وأنقذ أكثر من مئتي شخص معظمهم من الجنسية السورية ياسين تمكن من العودة إلى عائلته بعد لحظات الرعب عاشها على متن ذلك القارب أنا عندي استعداد اليوم وبكرة وبعد شهر لو طلع مركب من وجعي أني أرجع أطلع فيه كرمال الوجع اللي أنا عايشه كرمال عائلتي كرمال ولادي أنا عموت هون كل يوم خمسين موتي أنا يا أمه بعيش بسلام يا أمه بله العيش كلها في ظل الفقر والعواز وانسداد الأفق تتقلص خيارات شباب طرابلس العاطلين عن العمل أحلام هاشم كانت تقتصر على عبور هذا البحر أملا في الوصول إلى بلاد يجد فيها العيش الكريم لكنه أصبح في عداد المفقودين أنا كنت ضد هذا السفر بهالطريقة فما حبت أقوى بطريقة يعني حاولت أنه سفر بطريقة شرائية يعني بس الدولة ما كنت عن تعطي لحدها بسبرار أنا إذا بيرجع فيني الزمن لأورا فضل عيش بسحرة بمكان ما فيها بحر بشان ما يفكر ابني يوم من الأيام اللي ما عندي غيره يهجر بهالطريقة يتقادى المهربون مبالغ طائلة ويحصلون على أملاك المهاجرين للوصول إلى أوروبا من 2019 إلى 2021 315 شخص هاجروا بهجة غير شرعية عصابة منظمة تشتغل على إقناع الناس بهجة غير شرعية وبتكاليف خيالية على الشخص تصد إلى 6000 أو 7000 دولار على الشخص الواحد ويغمروا فيهم بمراكب لا تتسالي 20 أو 30 أو 40 شخص كحد أقصى يبقى السؤال هنا وهذا بدنا جواب فيه من الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان ليش ما عملي إدار فعال لغضع هذه العصابة وبين أسباب الهجرة في لبنان التي باتت تعد ولا تحصى حقيقة واحدة لا يمكن لأهل طرابلس إخفالها بأن البحر رهان بحجم الحياة كلها وبحجم الموت أيضا في طرابلس لا حديث يعلو على حديث الهجرة فلم يترك لأهلها ترف البحث عن خيارات أخرى في ظل الفقر المتقع هم مستعدون للمجازفة بحياتهم وعبور البحر أكثر من مرة سعيا وراء رحلة الفرصة الأخيرة لمركز أخبار قنوات أبو ضابي غيدا جبيلي بيروت